نتكلم مثلا في الموضوع شريحة البحث وهو موضوع الموسيقى لعل أبرز حديث يذكره المحرمون في هذا المقام هو حديث المعازف أرزلنا حديث المعازف ده حضرتكم كلكم عارفينه لا يكونن قوم من أمتي يستحلون الحرة الحرة اللي هو الزنة والحريرة والخمرة والمعازف أربع حاجات الحرة والحرير والخمر والمعازف ولو انت بسيت هتيجي هاجع وناجع ونطط الحيد كل واحد بيستدلي بالحديث دوت وهو مش عارف انه هذا الحديث ضعيف ايه؟ ايوة الله يا جماعة ده البخاري لم يذكره في صحيحه على انه سند متصل لا ارجع تاني معايا لو سمحت ارجع وركز معايا في الكلام اللي بقوله ارجع فطبعا هذا الكلام خطير جدا لذلك في احاجات فشت على ألسلة الناس موازة الدنيا زي يقولك كل قرد جرى نفعا فهو ربا صدق رسول الله يا ابني ده مش حديث أصلا وتفاجئوا الغريب انه انه بعض المشايخ اتخذ ينهر بيض ده طلع مش حديث ايوة فندم ده مش حديث كل قرد جرى نفعا فهو ربا مش حديث ليس حديثا نبويا وطلع واحد يرد علي في احدى القنوات الشهيرة في الخارج يقولك اهلا الذي يبيح فربا البنوك ربا البنوك البنوك مش ربا المهم يعني بيقول الا يعلم ان كل ان قوله صلى الله عليه وسلم كل قرد جرى نفعا فهو ربا يعني من جهله لم يقرأ انه هذا ليس بحديث شريف انما هو فاشت ما بين الناس وانتشرت الكلم زي الحديث الضعيف اللي بيستدلوا به ثلاث جدهن جد وهذهن جد هذا الحديث ده فيه عشرين مطعم في علم الرواية لذلك الحديث اللي هو بتوع ليكونن اقوام من امتي يستحلون الحيرة والحريرة والخمر والمعازف اشتد الكلام حوله والخصام هو الحديث ده ذكر البخاري في صحيحه معلقا كلمة معلقا دي يعني انتفت عنه شرط من شروط الصحة كلمة معلقا كلمة معلقا يعني معنى ذلك انه هذا الحديث لم يستكمل شروط الصحة وابصوا عشان افهمها لكم البلدي ما عليش اخرج شوية في الموضوع لو فيه نجفة متعلقة بنسميها معلقة ليه لانها مش موصولة من الطرفين دي من الطرف الاعلى فقط انما الطرف الادنى النجفة متعلقة فالحديث المعلق اللي الراوي او اللي اورد الحديث حزف شيخه او حزف كل الاسناد بالكامل او حزف شيخه او الذي يليه ليه تلات احوال فاسمه حديث معلق فييجي مثلا الامام البخاري بيروي عن الحكم مثلا فييجي يشيل الحكم في الحديث ده اسمه ايه ده يبقى اسمه حديث معلق لانه الذي اورد الحديث لم يذكر اخذه عن من من شيخه الذي اخذ عنه ولما كان اللي خاذ عنه دوت احتمال يكون ضعيف واحتمال يكون تنتفع عنه صفات العدالة ما بنقدرش ناخد الحديث المعلق لانه في هذه الحالة لا يرتقي لمرتبة الصحيح الذي يستدل به زي حديث المعازف اللي اورده البخاري على انه معلق مش على انه صحيح جيه الامام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه ارضاه حاول انه هو يلم المعلقات اكتر من مئة حديث مية وعشرة تقريبا قعد يلم الاحديث التي رواها البخاري بصيغة التعليق اللي هي اللي هي انتفت عنها شروط الصحة اللي هي اتصال السند مفيش اتصال سند فالامام ابن حجر العسقلاني وصلها من طرق اخرى غير البخاري وسمها وحطها في كتاب سماها ايه تغليق التعليق تغليق التعليق العلماء اتفقوا معاه في بعضها واختلفوا معاه في بعضها لكن عموما الحديث دو رواه البخاري في صحيحه معلقا عرفنا يعني معلقا بقى خلاص يعني من عرفش مين اللي في سلسلة مش موجودة في الرواية عن واحد اسمه هشام ابن عمار بسنده الى ابي عامر او الى ابي مالك الاشعاري انه بيقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن قوم من الامتي يستحقون الحر والحريرة والخمر والمعازف والمعازف هي الملاهي او الات العصف والحديث وان كان في صحيح البخاري الا انه من المعلقات لا من المستندات المتصلة ولذلك رده الامام ابن حزم لانقطاع السند ومع التعليل فقد قالوا ان سنده ومتنه لم يسلم من الاطراب ودلالته على التحريم غير صريحة والشرع قد تشدد في التحريم حتى لا يتوسع الناس فيه ويحرموا زينة الله التي اخرجها لعبادي والطيبات من الرزق وقد اجتهد الحافظ ابن حجر العسقلاني لوصل الحديث ووصله بالفعل من تسع طرق الامام ابن حجر وصل الحديث ده من تسع طرق ولكنها جميعا تدور حول راوي تكلم فيه عدد من الائمة النقاط قالوا وهو هشام ابن عمار وهو هشام ابن عمار ده كان خطيب دمشق وكان مقرئها وكان محدسها وكان علمها ووصقه ابن معين الا ان الامام ابو داود قال عنه انه حدث باربعمائة ربعمائة حديث باربعمائة حديث لا اصل لها وقال ابو حاتم عنه عن هشام ابن عمار صدوق وقد تغير فكان كل ما دفع اليه قرأه وكان ما تلقنه كل ما تلقنه تلقن يعني كان بلما عطل علامات وقال ابن صيار وهذه آفة تجعلنا نتوقف فيما يروي لعله لعله اصابته هذه العلة والآفة بعد التغير